اشتركوا في القناة 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 تطوره مثل ما يقولون وتطور من ابحاثها حلوين وبعد يدخل معاكم في اهم شي في قصة موريا راح يكون الحين طبعا بعد ما دخلت الى بلاك واتش موريا اخذت تجاربها بعد ما طورتها وطبقتها على ريبر وهذا السبب اللي خلي ريبر نشوف شكله الدخاني حاليا الموجود فيه عارفين علي كيف يعني ريبر اساسا كنا نفكر انه مرض فيه بس طلع مو مرض طلع تجارب موريا عليه خلته يكون مثل ريبر اللي نعرفها الحين حاليا تكون الهلث اللي حقا يتجع مع الوقت مكتوب وخله قدرات اللي حقا خارقة ويقدر ينتقل من محل الى محل مثل الظل فكل هذي من موريا فبعد ما سوت هذا الشي على ريبر ما كان احد يدري ان ريبر في هذه القوات الخارقة بس صار في حادث اسمه حادث حادثة فينس هذه حادثة فينس راح اخليه الى فيديو ثاني منفصل لانه فيه معلومات لازم ابحث عنها وتأكد لكم واسهولكم فيديو ثاني منفصل عنها بس راح اعطيكم نبدا سريع حادثة فينس هي لفضحة موريا وريبر عن البلاوة اللي كانت سوينها في بلاك واتش ووفر واتش استنكلت الاعمال اللي كانت سوينها فاتوقعا سبب من الاسباب اللي خل منظمة اوفر واتش تكون فيه بلاوي صار في انفجار في عالم اوله وفي مقر رئيسي ومشاكل بين ريبر وسولجر من هذه الحادثة فبعد هذه انطردت خوية نموريا من بلاك واتش وصالت حاليا بدون اي منظمة واول ما طلعت من بلاك واتش جاها عرض ان تكون وزيرة للعلوم الوراثية في مدينة اويسس في العراق انا مادة صراحة شنووضع مدينة اويسس وعشان كده اقولكم لازم اسوي بحث فيه مدينة اويسس وفي حادثة فينس ولازم ارجع الى الكوميك وابحث ووصل جميع الخيوط مع بعض واعطيكم الزبدة في النهاية حلوين راح يكون بعدنا فيديو ثاني منفصل ما ادرا حاول اسوي سبوع الجاي اذا كان عندي وقت فنرجع الى محور حديثنا بعد ما صارت وزيرة في مدينة اويسس للعلوم الوراثية يقول لك في هذا الوقت كانت منظمة التلون اساسا تدعم موريا من قبل لا تحتى تدخل اوفر واتش انتم تخيلين كيف يعني كانت داخل اوفر واتش مثل جاسوسة وبلاك واتش مثل جاسوسة ومع هذا الوقت وهي وزيرة تشتغل في منظمة التلون واقبل دليل على هذا بعد ما طلع دونفس من السجن شفناها موجودة في الكوميك جالسة وحتى كنت في فيديو الكوميك يوم سويت قلت لكم هذي شخصية راح تنزل في المستقبل مئة بالمئة واقزوا عليها وقولوا الجهدي ما قال ومنجد طلع الشخصية جديدة وكانت موجودة في عضو مجلس في منظمة التلون فهذا تقريبا كل شيء عن موريا حاليا اللي نعرفها فيه ان شاء الله راح اصلكم بحثات اكثر في الفترة الجاية واشوف الاشياء الموجودة عند موريا وحادثة فينس مع مدينة اويسس راح احاول اربط لكم المعلومات مع بعض وان شاء الله اعطيكم اياه فيديو ثاني مفصل يوضح القصة اكثر واكثر فتقريبا كده وصلت الى انهات هذا الفيديو اتمنى اعجبكم استمتعتكم فيه اذا عندك اي سؤال اي استفسار اكتبه في الكومن تحت وراح اعرض عليك في اساعة وكتنكن وكان معكم ديس نقلع وجه دي شوفكم ايخي فيديو جاي السلام عليكم